هذه القصة طبعا هي كثير من الناس يحب يسافر الوحدة وهذا من هي يعني من الأفضل الإنسان يسافر معه طبعا مسافر شيطان ومسافر شيطان الراكب شيطان الراكب شيطان وراكبان شيطان والثلاثة وراكب فليؤمر أحد من الأفضل أنك تختار صحبة في السفر هذا رجل شجاع وفي حد الأيام ضاعت له ناقة فخرج البحث عنها طبعا هذه القصة ذكرها لأحد الأخوه كنت عنده قبل فترة في منطقة الشمال وأنقلها وسندها مقطوع المهم يقول خرج أخذ زادة وأخذ بندقة ومشى على الذلول ودخل مع أحد الأودية هو يسير وإذا بأحد من أسف أسمه طمعنا شخص اسمه سويلم من آخر الوادي يا سويلم تعال يا سويلم يناديه صوت فقال كده هذا شخص مريت ما انتبهت لم يمكن يعرفني ورجع الثاني مرة فعاد الرجل إلى مقدمة الوادي وإذا بالصوت من الجهة الأخرى يسويلم ورجع مرة أخرى قال خاف لي تعديتها ما انتبهت له ويرجع الصوت من خلف فعلم أنهم من الجنة تلعبون به استمر ياسويلم اسويلم قال يهيين واشتمر في طريقة ذكر الله مشاه بعد ما مش تقريبا حول نص ساعة ماشي وإذا بصوت أحد يأجري خلفه قال التفاته إلا إذا خروف بس خروف مم طبيعي دبل اكس لارج خروف يقول شكل لهم هو بس الخرفان العدي يقول أكبر وقرون وعيون كأنها يقول بعدين سريع خروف ما يلحق يقول هذا أكيد النهجين يقول وطلع البنده قال بسم الله الرحمن الرحيمه ويصيوب ويحطها في قلبه وطلق عليها النار ومات واستمر إليه جاء ألمسه وصله إلى قوم ودخل عندهم وعشه قال الله نودي أنام بس خارج البيت أدخل فقال لا أدنام عند ذولي بره وضع فراشه نام منتصف الليل وإذا حر ما جايته توقيت يقول عجوز شعارها كشيس طايرة قالت وراك يوم تذبح ولدي أم الخروف أي وراك تذبح ولدي قال أي ولدك قالت الخروف الخروف لدي انذبحته لكن أنك سميت أنقذك الله يقول فزيت ويقبس محن الله هذي من الأشياء طبعا سندها مانجل سند لكن دليل أنك ما تمشي لوحدك وأنك دائما بذكر الله دائما يكون معك يكون حفظ لك من الله سبحانه وتعالى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قلها ثلاث مرات لا كورونا يجيك ولا بليس والشياطين يجونك ولا يأتيك مصيبة ولا داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم وإذا نزلت منزل المنزل ممكن يكون السيارة السيارة تقعد فيها ست ساعة تتسوق هذا منزل قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نزلت للبر قلها دخلت البيت جلس في مجلس أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق حتى يكون والإنسان قد يضطر مثل ما ذا كرم الشيخ قد يضطر للسفر وحده ما يلقى خوي نقول خل معك ذكر الرحمن القرآن إني أحب أن أسمعه من غيري القرآن أن تسمع القرآن من غيرك خل المشايخ يقرون عليك